شهدت الأوساط الحقوقية والشارع المغربي حالة واسعة من القدل على خلفية تصريحات لفنان شعبي مغربي حرد خلالها الرجال على ضرب وتعنيف زوجاتهم خلال لقاء تلفزيوني مؤكدا أن الرجل الذي لا يضرب زوجته ليس برجل هذه التصريحات جاءت على خلفية إصدار الفنان المغربي أغنية تعرض مشاهد خلاف بين زوجين لتلقى تصريحاته موجة من الغضب وتثير تساؤلات حول أوضاع المرأة العربية وثقافة المجتمع العربي تجاه النساء وكذلك ما يكفله القانون لهن من حقوق نناقش هذه القضية مع ضيفتنا بشرة عبدو مديرة جمعية التحدي والمساواة والمواطنة صبح عليها طبعا الأول معنا هي من الرباط ولكن بعد أن نشاهد أولا آراء الشارع المغربي والسوداني أيضا حول هذه القضية قضية ضرب الزوجات بصراحة أنا ما ممكن معنف مرأة ما خدتكون الزوج شيء أو في الشارع لأن التقاليد وأعرفه الجين أنا ما بيسمح بتعنيف المرأة بصفة عام وأنا ضد هذا المشكل هذا لأنه يعني كحنا كدولة إسلامية كحسارة الإسلام كحسارة من المرأة وتحطف واحد لما كانة اللي هي كبيرة وهذا الشيء يعني اللي كيديرو يعني تمادوا فيه بزاف النساء دي ما كيصبروا واخكي يتعرضوا للعنف كيصبروا على ودت المجتمع اللي معهم كتبغيشت يعني لقدر إلا كان عنداش يرد الفعل تقدر تطلق وتطلق يعني بنسبة النساء كتحسب واحد نقص وكل شيء في المجتمع ديالها أنا كنت الراد القديد للعنف ضد المرأة ضد الزوجة ضد الأخت لأن العنف يولد انفجار ألوغ حت كين حلول كين حلول حسنا من وجهة نظري الخاصة يعني لو تعرضت لموقف كهذا ممكن سوف أقوم بالعمل بالمثال الذي يقول العين بالعين والسن بالسن والباضي والأظلام يعني المرأة في الحقيقة يجب أن تتمتع بحقوقها يعني ليس بالضرورة أن تكون تحت عرش أو تحت جناح رجل آخر فلها كامل الحرية وكامل الحقوق لتكون مستقلة بذاتها لازم تتفاهم مع زوجتك بالكلام الطيب والجميل وكده العكيم لا تضرب لا ما يجوز تضرب عودا الزوجة ما فيه زوجة فاهم واعي بيضرب زوجتك نحن غانون السوداني بيحرم والشريعة بتحرم والعرفة السودانية ذاته احترام الزوج هي من مصلحة الأولاد برضو ما فيه زوجة بيضرب زوجتك وما بقيت أي رجل يضرب زوجتك ما هان المرة إلا لأيم وما أكرمه إلا كريم أنا متمنى إنه الرجال يعملوا زوجاتهم تعامل طيب وبس يعني هل المرة لو ضربتها حيرمض عليه نهائيا لاتمدلها يدك لتضربها لحاجة ويسمعك تدعمل معها في المطبخ تساعدها وكل اتجاهات حتى لو عندك أطفال في البيت تشوفهم ما أكروا تأكلهم حتى لو عيانة دي لو طلعت مشوار لا تتكمل المشوار نصيبه لما سلهم زي أمون وزي أبون ردت فعلي لو راجلي ضربني طبعا برجع عليه يضربني لي يعني أساسا أنا في النهاية المفروضة العلاغة الزوجت يتبني بين الاحترام بين الزوجين فمدام هم احترمني إذا العلاغة إسلام منتهية يضربني بضربه نناقش هذه القضية مع ضيفتنا بشرة عبدو مديرة جمعية التحدي والمساواة والمواطنة معنا من الرباط صباح الخير يا أستاذة بشرة أهلا وسهلا صباح الخير أستاذة شكرا على الاستضافة أهلا بك أهلا أستاذة بشرة وصباح الخير والسن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم ربما هذا الشعار القادم يعني واحدة من الفتيات ذكرتها وشعار رفعتها وشفنا يمكن بقية الآراء كلها يعني ترفض عملية الضرب والتعنيف ضد المرأة إذن ما أعرف يعني كيف شفت هذه الآراء كيف درست ثقافة المجتمع من خلال الاستطلاع الاستطلاع اللي عرضنا منذ قليل تفضل كل هذا الاستطلاع دي الرأي كلها إيجابية وهذا ما نتمناه داخل مجتمعاتنا العربية ومجتمع المغربي بخاصة ولكن للأسف الشديد هو أن هذه الأراء هي مخالفة ما نعيشه داخل المغرب لأن هناك عنف عنف بكل أشكاله يمارس على النساء عنف جسادي عنف نفسي عنف اقتصادي عنف رقمي جنسي اقتصادي نحن لا نطالب بأننا اللي مارس العنف نمارس عليه العنف أبدا نحن ضد العنف بكل أشكاله ما نطالب به هو الحماية الحقيقية للنساء المعنفات حماية والوقاية والزجر وكذلك جبر الضرر لأن المجتمعات العربية اللي خاص يكون فيها هو يكون فيها تربية على المساواة تربية على المواطنة تربية على الاحترام الآخر على تقدير الآخر على اعتبار المرأة الإنسان بغض النظر على أنه الأخت أو للزوجة دياله أو للإبنة دياله هي إنسان كامل هي مرأة وضروري احترامها لأن هناك اتفاقية دولية مقع لهم مثلا المغرب ومقع لهم دول أخرى لخصة تخاطب على الاعتبار كذلك هناك دساتير التي تعتبرها أعلى قوانين منظمة للبلدان التي تكلمنا مثلا على المغرب التي ترفض وتناهد كل أشكال العنف نعم طيب سيدة بوشرة يعني إيه اللي يخلي مطرب يطلع جهارا نهارا في قناعة الهوى ويقول حاجة زي كده إن أنا مع ضرب الزوجات وإن الرجل اللي ما يضربش زوجته يبقى مش راجل يعني غريبا ليه ده حصل غريبة جدا نعم لأن المشكلة هو أن هناك بعض القنوات للأسف أنها تتعطي الكلمة لما نسميهم بالحتالة بناس ما عندهم مش مستوى تقافي معرفي كذلك أننا لا تكلمنا على الفن الفن ولا رسالة الفن هي رسالة راقية جدا رسالة من أجل نشر تقافة المساواة نشر القيم الإنسانية للمواطنين هذا الفنان هو مؤثر سلبي داخل المجتمع عنده واحد المحيط واسع جدا وللأسف شديد أن تصريحاته تأخذها واحد المحيط الواسع تأخذها بعيد العصبار ويعتبرها إيجابية لهذا أن على الحركة النسائية في المغرب وفي بلدان العربية أن تستعمل هؤلاء المؤثرين بالرغم سلبيتهم من أجل أن نغير في خطاباتهم إلى خطابات إيجابية لأنهم عندهم تأثير قوي لا داخل المواقع الإلكترونية ولا داخل القنوات الفضائية وكذلك عبر اللايفات المباشرة التي قوموا به داخل الفيسبوك وهذا الخطير جدا لأن تعتبروا أن هذا الفنان أنه لا عنده صيد كبير في المغرب وأنه في مثل الحل ولا تنشعل أي موقع تلقى وتتكلم على النساء بوحشية وبتمييز إذن أي حل إلى هذا؟ عملتوا سيدة بشرة على سلطة القرار من له سلطة القرار من أجل توقيف هذا الخطاب السلبي ضد النساء وضد حقوق المرأة وما الإجراءات التي خذتوها أنتو حضرتك مديرة جمعية وبقية الجمعيات النسوية الموجودة في المغرب أخذتوا إجراءات معينة ضد المطرب ضد القناة التي نشرت هذه التصريحات بطبيعة الحال هناك حركة قوية في المغرب من أجل أنهم دروا شكايات مباشرة اللهاقة التي هي مشرفة بشكل مباشر على السمع البصري والتي وقفوا بطبيعة الحال وقفوا البرنامج وعطوا دعير البرنامج وهذا إيجابي جدا هو أن هناك رصد بشكل مستمر لكل القنوات الفضائية والقنوات المحلية والإذاعات والتلفزة من أجل رصد كل أشكال التمييز والدنيا وأي خطاب مسيء للنساء ويقوم بتحقيرهن من أجل رفع شكايات مباشرة للجهات المعنية من أجل أخذ بعيد الاعتبار مواقفنا وكذلك من أجل الرد كل من سولت له نفسه أن يهين النساء نعم أي هي القوانين هل عندكم في المغرب قوانين بتقرم مثل هذه الحوادث أو مثل هذه التصريحات وعقوبتها قد إيه بطبيعة الحال هناك عندنا الجهة هي جهة معنية بشكل مباشر هي لهاك التي تشرف على كل ما ينشر وما يداع داخل المواقع الإلكترونية وداخل التلفزة وداخل الإذاعة وداخل الجرائد المكتوبة إذن تتابعهم كذلك هناك رصد مباشر من الجهات الحقوقية المجتمع المدني كذلك هو تقوم بذلك الرصد من أجل أنه يخذ بعيد الاعتبار أن أي حاجة تتمث بحقوق الإنسان أي حاجة تتمث بحقوق المرأة أي شيء يخلق التخويف والإرهاب للنساء داخل المجتمع تنمر إلا أنها تدير شكايات مباشرة للهكا من أجل توقيف هؤلاء عن طريق بعض المرات توقيف البرنامج 15 يوما أو أسبوع حسب الإجراءات القانونية وكذلك توقيف ودعيرة للهيئة المباشرة الصحفية من أجل أنه وليس يقروا نفس الفعل الموشين والنفس الفعل المهين للنساء واللي يقوم بالفعل نفسه ما حكمه في المهرب سيدة الفاضلة سيدة بشرة القانون يعني اللي يضرب زوجته والزوجة تروح تشتكي شي طبق علي قانون بالطبع في المغرب هناك قانون جديد هو قانون 103 لمناهضة العنف ضد النساء اللي يخرج في شتنبير 2018 إذن سنة دابة حاليا اللي بدأت يتنفذ في المحاكم المغربية هذا قانون اللي نضلت عليه الحركة النسائية منذ سنين وسنين بالرغم أنه يمكن نقول فيه بعض تغارات ولكن على الأقل هو خطوة إيجابية من أجل توقيف والحد منها الظاهرة العنف النساء اللي تتمرت عليهم العنف داخل بيوت الزوجية ولا داخل الشارع في الفضاءات العامة ولا الخاصة هناك إجراءات قانونية للنساء تمشون أول حاجة شواهي طبية من أجل إتبات هذا العنف الجسدي التي تمرت عليهم بالإضافة إلى ذلك أنهم تمشون مخافر الشرطة من أجل إيداع شكايات عند الشرطة ومن بعد تدوز عند وكيل مالك من أجل التحقيق ومن أجل المتابعة بطبيعة الحال هناك قانون 133 هناك تصدير الدستور المغربي هناك الاتفاقيات القضاء على جميع أشكال تمييز المرأة لكلها تتصب من أجل مناهضة العنف ضد النساء وكذلك من أجل ضد ضرب النساء ولكن السؤال المطروح هو هذي النساء التي تتمارس عليهم العنف بشكل يومي وتتمارس عليهم هذا الضرب وش هناك حماية حقيقية إحنا تدر الشيكاية وقد تدوز عند وكيل مالك ويكون الحكم على الزوج ولكن من بعد وش هناك مراكز إيواء للنساء في وضعية صعبة هي والأطفال ديالها وش هناك مراكز تكوين مهني للنساء من أجل الاستقلال الاقتصادي لأننا في بعض الأحيان هذا المرأة تضرب وتتخرج للشاريع وتتمشي لمخافر الشرطة وتتمشي عند المحكمة وكيف في آخر المطاف تترجع مرة أخرى للزوجة تقول لأنه لا يوجد بديل حقيقي هنا المطالبة بالوقاية لأن لكي ندر قوانين خذنا بالموازات تكون عندنا مراكز للحماية الحقيقية لنساء في وضعية صعبة يمكن سؤالنا الأخير سيدة بشرة سريعا القناة لم تطلعت اعتذرت لم تطلعت بررت لم تكن نعرف أنه كان هيقول كده مثلا يعني كان يرد فعل القناة للأسف الشديد هو أن الموديع اللي كان يجري للحوار مع الفنان أنه بتسام واعتبر أن ما قاله هو عادي جدا ومن التقاليد والعادة داخل المجتمع المغربي وهنا اللي كان حقيقة كان فيه الزجر ضد هذا الموديع من أجل توقف البرنامج بشرة عبد مدير جمعية مدير جمعيات الحقوقية هناك جمعية التحدي والمساواة والمواطنة في المغرب أنا شكر توجدك معنا في هذا الصباح كنت معنا ضيفة كريمة من الرباط شكرا إليك